فاز حزب فوكس اليميني المتطرف باثني عشر مقعدا في انتخابات اقليم الاندالس باسبانيا وقد ينتهي به الامر لان يكون من القوى السياسية المؤثرة في المنطقة وهذا اول نصر انتخابي يحققه طيار اليمين المتطرف منذ عودة البلاد للحكم الديمقراطي في اواخر السبعينات كما انها المرة الاولى التي تصل فيها موجة النزعة القومية التي اكتسحت الكثير من البلدان الاوروبية الى اسبانيا والتي طالما اعتبرت محصنة اذ ما زالت الذكريات عن الدكتاتورية العسكرية في عهد فرانسيسكو فرانكو عالقة في اذهان كثيرين ومع تراجع شعبية الاشتراكيين في المنطقة التي هيمنوا عليها منذ رحيل فرانكو والتي من الممكن ان يخسرها الان لصالح اتلاف يمينية فمن المرجح ان يكون لنتائج انتخابات الاندلس صداها على الساحة السياسية في البلاد ويتألف برلمان اقليم الاندلس من 109 مقاعد وشهدت تصويت قسما شديدا في اشارة على ان تحقيق الاحزاب الكبرى لاغلبية برلمانية امر يزداد صعوبة ومع فرز الاصوات حصل الاشتراكيون على الحصة الاكبر لكنهم فازوا ب33 مقاعدا فقط بينما حصل حزب بوديموس المنتمي لاقص اليسار وحلفائه على 17 مقاعدا والاندلس التي تعاني من اعلى معدلات البطالة في اوروبا هي نقطة عبور لالاف المهاجرين الافارقة الذين يصلون الى اسبانيا عبر البحر المتوسط اشتركوا في القناة